ومع ضيف جديد معنا في المؤتمر السعودي المحاكاة الصحية 2019 ضيف أشرف أني أكون معاه وحتى ترك لها المايكروفون هي تقدم نفسها لنا وخلفيتها في عالم المحاكاة شكراً دكتور جميل أنا اسمي دكتور سميرة عسلان من جامعة الملك عبدالعزيز كلية طب أسنان أنا أورال مكزيلو فيشل سيرجن وعندي شغف كبير بعالم المحاكاة ولي دور الحمد لله في كليتي أنه أنا ماسكة اختبار الوسكي لأنه كله تقريباً محاكاة فهذا شيء رائع الصراحة بالنسبة لأحضر المؤتمر أنا المؤتمر بالنسبة لي ده من أهم المؤتمرات التي أحضرها ما فوتها برغم أنه لسه الأسنان ما لهم جزء كبير بس إن شاء الله أكيد سيكون فيه في مستوى دائماً حبس للسؤال بخصوص التحديات أنت كماشاء الله بروفسيرا في مجالك وكطبيبة متقدمة جداً في التدريب بالمحاكاة وعقدة مكتبارات الأوسكي فين شايف التحديات في انتشار التدريب والتعليم والتقييم بالمحاكاة في مجال طب الأسنان اللي تواجهك وتواجه باقي دكاترة الأسنان في باقي مناطق البلد المختلفة يعني أنا التحديات اللي الآن تواجهنا إنه إحنا لسه للآن في مجال طب الأسنان رغم إنه إحنا من أوائل التخصصات في الطب ومجال العلوم الصحية اللي بدأنا محاكاة من الثمانينات فإحنا عندنا الطلبة يبدأوا من سنة ثالثة نسميه pre-clinical في الفانتوم لاب وهذا شيء بايزيك عندنا قديم من زمان بس إذا ما نجي نتكلم على الآن والعصر الحديث وإنه تطبيق المحاكاة في كل التدريب وفي كل التدريب للمتدربين لسه إحنا يعني أحس في المملكة يعني طب الأسيميليشن للساعه ما هو متطور زي ما أتمنى فبس إحنا شغالين عليه والحمد لله ماشيين خطوة بخطوة في عندنا بعض الأجهزة والمانيكانز في الكلية بس أنا أعتقد أنه لسه قدامنا كمان كم سنة عشان يتحقق الحلم طيب ممتازة إيش هو الحلم؟ نحن نعرف الحلم فين تشوفي المحاكاة في مجال طب الأسنان في المنطقة وفي البلد يعني ماي دريم أنه أشوف في كل التدريس سواء أندر جرادويت ولا بوست جرادويت أنه في محاكاة لكل منهج أو كل موضوع وهي كرياتيف وبغالها إبداع بس حتى أنا سألت الشركات في العالم لسه المحاكاة في الأسنان موجودة بس ما هي لسه واضحة وظاهرة زي ما شاء الله تبارك الله ما شوف في الجراحة مثلا أو في النساء والولادة فأنا ماي دريم أنه أشوف أنه إحنا في طب الأسنان ونطبق المحاكاة بطريقة روتينية في تدريسنا وتعليمنا وأتمنى أنه هذا الحلم يتحقق بس نقطة واحدة بس بدي أضيفها لازم نعرف أنه في المحاكاة الدور حقاة اللي هو اللي يمثل دور المريض إحنا نقوله SP إحنا نستخدمه في الأسنان وهذا جزء بنسويه عشان متوفر عندنا المريض الافتراضي بس أنا ماي دريم أنه تجد إلى تكنولوجي بيت وحتى الفيرتش والرياليتي بالنسبة لنا في الأسنان لسه ما حد بيطبقها وديس إز ماي دريم تسي تهابنين في عندنا أشياء صعبة نوصلها للطالب لكن لما نكون في قدامه موديل زي دحين مثلا الأناتومي زمان كنا ندخل مشرحة ونشوفه على الجوزيس دحين لا في في فيرتش والرياليتي الخيال الافتراضي أو الخيال الواقع أظن بالعربي لكن هذا إن شاء الله أنا حاسة أنه نستطيع دعم من المسؤولين ونستطيع فعله وإذا هو محاولي ألف ألف شكر دكتور سميلة شرفنا بوجودك معنا وإن شاء الله تستفيدوا وتستمتعوا بالمؤتمر ويعطيكي ألف عافية أشكرة جدا